افتتحت سمو الشيخة ثاجبة بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخة مريم بن سلمان بن حمد الخليفة وحدة صاحبة السمو الشيخة موزة بن حمد الخليفة لعلاج وجراحة أمراض القلب للأطفال في مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب بمنطقة عوالي وتمت مراسم الافتتاح بحضور سمو الشيخة زين بن خالد الخليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وقد تم تجهيز هذه الوحدة الطبية بتبرع مقدم من صندوق سمو الشيخة موزة بن حمد الخليفة الذي تتولى إدارته مؤسسة المبرة الخليفية وبهذه المناسبة أكدت سمو الشيخة ثاجبة بن سلمان بن حمد وسمو الشيخة مريم بن سلمان بن حمد أن افتتاح هذه الوحدة يعد إضافة نوعية للخدمات الطبية في المملكة وأن الفكرة من إنشاء صندوق سمو الشيخ موزة بنت حمد الخليفة هي أن يتولى القيام بالمبادرات النوعية التي تمس احتياجات المواطنين ولسيما في القطاع الصحي واحتسابا للأجر في ثواب المغفور لها صاحبة السمو الشيخ موزة بنت حمد الخليفة ومن جانبها أعربت سمو الشيخ زين بنت خالد الخليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية عن سعادتها بافتتاح وحدة صاحبة السمو الشيخ موزة بنت حمد الخليفة لعلاج وجراحة أمراض القلب للأطفال للمساهمة بتعزيز الخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين وخاصة فئة الأطفال من منطلق دعم الرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد نجح صندوق سمو الشيخ موزة بنت حمد الخليفة في دعم مبادرة إنسانية عديدة في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي بدوره أكد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن افتتاح الوحدة يعد شاهدا على مبادرات ودعم صندوق سمو الشيخ موزة بنت حمد الخليفة لدور الوحدة الهام في العودة بالمنفعة والخير على أهالي المنطقة من خلال تشخيص وعلاج المرضى وفق أعلى الأنظمة الطبية منوها سموه بجهود المركز في توفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج المتقدم وسعيه الدؤوب نحو تحقيق متطلبات الجودة في الخدمات العلاجية طبعا المستشفى ككل تديني من تقريبا من شهر فبراير افتتاح الرسمي الجناح القلب مع الأطفال تديني أول حالة سويناها لها عملية في مارس من هالسنة نهاية مارس أول حالة عملية قلب المفتوح للأطفال وفي تسلسل أعداد ازدياد ووصلنا لحد اليوم 21 حالة والحالات اللي سويناهم من أصغر واحد كان خمسة أيام أمره وأكبر واحد ثمان سنوات وأنا لقد أبتتاقي إلى جميع المتقدم أن نتجح لن نتجح لن نتجح لنجح 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 لنجح. أو أي حالة طويلة. هذا هو السبب والدوط سيكون في حالة الحالة. ومع هذا المساعد الذي أدخل، بأنني أدخل مرة لكي أدخل على طويل وليس لطويلة أجل الناس وطفل ببعرنن الأجلاء، أمان كانت مجدداً وقالي تنبغي على الناس.